من مفرق الوادي يا هوا دخل الهوا خدني على بلاي يا هوا يا هوا ياللي طاير بالهوا في منتورة طاقة وصورة خدني لعن دنيا هوا في زعاني يا قلبي اكبر بي هالغربي ما تعرفني بلادي خدني 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 على بلادي خدني السمع علينا الهوا من مفرق الوادي يا هوا دخل الهوا خدني على بلادي اهلا وسهلا فيك ويسام احنا فيك يا اهلا خبركم بس مشاهدينا شو قال لي ويسام بالكواليس قال لي بعز علي يغني بيظل هذه الظروف يلي بدي قليك يا انه نحنا رح نتحدى كل شي طبعا من عزي كل الشعب اللبناني لأنه شي عم يعصف بالجميع يعني ومتمنى كل الخير لهالبلد اكثر من هيك ما فينا نقول صحيح ويسام انت فنان لبناني بتغني اللون اللبناني والمصري وبتعذف على آلة العود اول سؤال يمكن بحب اسألك هيك كيف حسيت انه انه انت رح تكون مسيرتك الفنية بيظل هيدا الكم من الفنانين يعني الموجودين وكيف الشخص يلي بيكون عنده موهب مميزة بيشتغل ليكون هيك بارز برغم من كل هالمجموعات الفنية كل يوم نسمع بفنان وبمغنى وكيف اشتغلت على صوتك بلشت من الزيرو اتعلم الموسيقى طبعا بين كونسرفاتور وبين اساتزي خصوصي لحتى اعرف حالي انا اكتشف صوتي كمان ولحتى اعرف غنى على طولالتي مظبوطة صحيح اليوم كلنا منغنى بس مطلق فنان اذا ما دارس حطي بدون ايلي موسيقى حد كاميرا ببلش الغنية بطونالتي معينة بعدين بصير بطونالتي معينة وبيقفل فهيضا الشيء بيفضح الفنان فالفنان برأيي انا لازم يحمل ايلي قدمهم نكون عم نصق الموهبتنا حتى صوتنا الفوكاليز اكاديميا وكون عن جد متابعين الموهبت كثير عالم موهبين ما بيشتغلوا على موهبتنا انا بسمع ان ست ماجي دارومي الله يعطيها العمر كل يوم عنده ساعتان فوكاليزم صحيح فناني عملاقة مثل هالفناني طعتي ساعتان من وقته كل يوم للتمرين وفي ناس ناشئين يعني سوري خمس دقيق ما في يتمرن ليك الفرق اديك بيه بالشخص البروفيسيونال حتى نحنا انا بدي خبرك عن شاغلي نحنا كان كان في برنامج سهرة عمر بيستضيف فنانين الفنان المخضرم كان يجي دايما قبل الوقت الفنان اللي مصدق حاله وجديد دايما يتأخر ان هو عم بيعطي له حاله اهمية قدمهم عن جد نتعلم من هالفنانين الحقيقيين هيدا السبب اللي ما عم بيخلي الغنية تعيش كتير هيدا السبب الوحيد لانه كان فيه تمرين كتير للغنية لتطلع فكترة هالتمرين تعطيها قوة للغنية تعيش حتى الالحان كانت هيك تطول كل شي كلمات كانت اعمى شو رأيك باغنية الساة ماجدة الاخيرة كل اغنية حلوين بس انا حبيت الله اللي غنتها مع العملاق ملحم بركات مهضومي عمله جو فيها كتير على المسرح هي الحانه اغبار اغبار ماجدة وملحم هون بدي روح معك على موضوع انت بتغني لبناني ومصري وكلنا بنعرف انه الراحل ملحم بركات اذا كان هيك عنده غيرة على الاغنية الليبنانية وما كان يقبل يغني غير الليبناني خبرني شوية انت كيف بتفكر بهذا الموضوع هلأ هو كشخص كان عليه مسئولية لانه من بيت الرحابني ظاهر ولانه موهب كبيري نعم اليوم اذا هيك موهبة عملاقة بدي تروح للون المصري يعني طب مين بقي عندي بالساحة الفنية الليبنانية فزكى ملحم بركات انه كان يحافظ على هيدا التراث واللي هو يقدم له كتير فكان هرم لبناني ففعل ملحم كان مدرسة ايه فاليوم انا فنان صغير قدام ملحم بركات فمطلوب مني يقول كل الاعمال بس طبعا بعمل اغاني خاصة باللهجة اللبنانية اكتر بكتير من المصرية شو بدك تسمعنا هلأ؟ ببنان نقول نحن الوطن نحن نحن للوطن وما منترك مطرحنا يشهد الزمن لا تجرب تلوينا وبحقدك ترمينا غدرك بقوينا نواجه المحن نحن للوطن 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 نحن عطر الوردي بوج الصباح وبقيام الشدي نتحدى الرياح قوتنا بوقفتنا وعزتنا بكلمتنا استشهدنا وما متنا ترمنا بفرد جناح نحن للوطن 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 تحيي للغائب ليس ناصر كاتب هالكلمات الحلوة يعني شهر رمضان شهر كريم حمل معه عيد الأم حمل عيد الميلاد المجيد وحمل كتير عيد حلوية عيد الفصح عيد الفصح سوري ايه اختلطت علي الأمور شوي عيد الفصح المجيد طبعا الباك بعدها هيك اتواقب الشرقية كمان صايمة بعدها ايه هالمرة بعيدة شوي صحيح فهيدا اللي بيميز لبنان ويسام يلي بيميز لبنان هو هيدا المزيك يلي بيعملنا وقال لبنان ما قلوا معنا برات هيدا التنوع والتعدل قدي حلو نعيش كلنا اعيادنا بطريقتنا ونتشاركة ونكون عم نعيش كلنا على محبة هيدا الوطن انا بعرف قدي انت كمان هيك ملتزم ملتزم بالوطن وحسات هيدا الشي بحديثة معك قدي حلو نغني للوطن ويسام مع انه اغاني الوطن بهيدا الزمن ما عادت بتبيع يعني قبل كنا نشوف انتجات اكتر كنا نشوف حضور اكتر للاغاني الوطنية ليش برأيك الفنانين عم بيفلوا من الوطن عم بيروحوا يغنوا برا ما حيغنوا برا للوطن للأسف يعني كلمة حق بدأت انقال فبلشنا الحديث واللقاء انه ان شاء الله هالبلد يرجع لعزوا وبيجوا هالفنانين بصيروا بيرجعوا بيعملوا اعمال للوطن هذا الشي يعني يعني الوطن عطاهم كتير يعني هني نجوميتهم بلشت من لبنان طلقوا من لبنان ما فيك بس ينوجع الوطن طفل تغني لبرا وتنسى الوطن هاي قاعدين نحن هون ما عم نتحرك هاي دي بترجع على الفنان نفسه يعني يعني انا فنان صغير وهي غنية للوطن ومن زمان عملها لا بدنا نعطي الوطن مسيحته بدنا نعطي الام غنيتها كمان لان الام قصة كبيرة ما بتتكرر بدنا نعطي الحب بدنا نعطي عملت لرمضان كمان شي محظوم بس ما عم اسمع لرمضان حبينا استفيد هيك من صوتك اشتقنا لك يا وجه الخير يا شهر الرحمين هل اهلالك يا رمضان هي احلى كلمين انا من المن كنت صغير انطر اللم بيجمعنا بحب كبير ترسم البسم هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو نور علينا يا رمضان شهر المحب والغفرة بقدومك بواب الرحمن تفتح لنا نور علينا يا رمضان شهر المحب والغفرة بقدومك بواب الرحمن تفتح لنا ننطر من سنة لسنة تطل علينا بهاليوم بلمتنا شب تحلى الدنيا لشهر الصلاة والصوم شهر الزكاة شهر الخير ما في غني ولا فقير ودنيتنا جنة بتصيب لما علينا تطل نور علينا يا رمضان شهر المحب والغفرة بقدومك بواب الرحمن تفتح لنا بقدومك بواب الرحمن تفتح لنا بيجتمعوا كل يوم أنه بأي عيد الأهل حيجتمعوا نهار برمضان الكريم كل يوم فيه اجتمع للأهل هيدا الحلو بلبنان بعدنا محافظين على هالعادات والتقاريب هيدا الجمعة على الصفرة الجمعة يعني هيك بيترافقوا يروحوا على الصلاة سوا فهيدا اللي بميزنا بهيدا الوطن بدي أحكي شوي عن أعمالك أنت شوي عندك أعمال خاصة أنا أنا بعرف أنه أنت كمان غنات للأم لرمضان للوطن للبيرسدي في عندك كتير أعمال خاصة وهيك قصص العلاقة بقصص أنت بتحبه بالمئة بالمئة هلأ أنا بلشت حياتي الفنية حبات غناء وأداء عبد الحليم حافظ عشان هيك تعلقت باللون المصري كتير بينما أنا لبناني تجهت كتير للأعمال اللبنانية فكانت أعمال كتيري مثل بندهلك مونير بوع السيف وسيم بستاني مثل هابي بيرزي حبيبي لتوني أبي كرم ونيكولا شبلي بينما لما دخلت الفنان الشام لأماني النوري على حياتي رح نحكي عن أماني صرت أطلب منها أول ما تعرفنا أنه كفنان وفناني يعني أنه بدي شيء لبيروت عملتلي اليوم المشؤوم البور عملتلي غنية خاصة ببيروت لرمضان كل هيك ما يطلع فكرة حلوة نعملها سواء رح نسمع أكتر منك ونحكي أكتر بروحنا وياك الكليب لألك ومنرجع لحديثنا ياريه ياريه كلمات كلمات شعر مونير بوع السيف وألحان وسيم البستاني عملنا مروم بديوان غنية كلاسيكية حلوة بتعيش كتير وتوفقنا بتصويرها بتحب الأغاني المنطقية نعم تحب الأغاني اللي بتحكي عن الحب طبعاً طبعاً الأغاني الكلاسيكية كتير بتعيش انت زوجتك الفنانة الشاملة أماني النوري شعر تسمعنا هاي شو كريم كلمة بعيني شفت اتنين بشيو عزات الطرير يلي مشيت وأنا وياكي يرجو في قلبي ودمعت عيني تنزل عخدي وبتصير تذكرني أنا بهواكي من دهلك صر لي زمان ميت تحكيكي ضايع ما شفت الأمان وين بدي لقيكي بعده لليوم النسيان بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي بيذكرني غنية بيذكرني 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 غنية بيحبك كتيرا غنية تحبك وتحب أماني أماني ماركة طلبت من الشاعر مونير بوع السافي كتبل غنية كلاسيكية بعد ما تكون نفسه بالسماء الأستاذ ليس ناصر كان يحبني كتير كان متل متبناني بطل موجود حدي فقلت أقرب شي لأستاذ ليس الشاعر مونير بوع السافي شاعر عفواً لامع كتير كله أحساس مونير فحبت أنه يكتب لي هيدا العمل الخصوصي وكتب ليها مش أنه رح تأخذ تغنية عاملين أو جاهزين هيدا اللي صار بروح سوى للكليب جاهز للكليب يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تنزل عخدي وبتصير تذكرني أنا بهواكي ترجمة نانسي قنقر 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 أحكيكي ضايع ما شفت الأمان وين بدي لقيكي بعده لا اليوم النسيان بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي بعد غيابك صرت بروح مطارح نحن زمان كان في قلنا ذكرى فيها بقول الحالي باخد روح لما سنين الذكريات بقعد أنا عنك أحكيها بعد غيابك صرت بروح مطارح نحن زمان كان في قلنا ذكرى فيها قول الحالي باخد روح لما سنين الذكريات بقعد أنا عنك أحكيها وين بدي لقيكي وين بدي لقيكي وين بدي لقيكي وين بدي لقيكي بعده لا اليوم النسيان بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي بعده لليوم الإسيان بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي بيذكرني فيكي يعني كنت عم بسألك هالأغني انكتبت قبل ما تموت مرته كأنه كان حاسس عن جد منير يعني شو هالمصاب اللي صابه بالفعل فعلا العنوان هيك بيوحي انه بندهلك بس انت ماش موجودة يعني شي صعب اللي صار شي صعب كتير عن جد اللي صار كون نفسها بالسماء وخاصة منير لانه كتير حساس كتير كتير يعني بحكيك هيدا العمل من كم سنة يعني كأنه كتبه هلا ايه والله بدي أرجع بس أحكي شوي عن أماني النورية اللي هي مرتك اشتغلته أكتر من عمل سوا وعندكن عائلة حلوة وكت عاون تفرجيني شوي فيه أغنية ابنك يوسف جنس المولود جنس المولود انكتبت لأ ابنك يمكن صار علي مئة ألف فيديو على التيك توك يمكن هلقدي بدي اسمعها بدي اسمع شي قبل نهديهيه هلأ عبر أحلى صباح للأم لكل أم عم تكون موجودة ببيتها وبعائلة كل الوصفل بالكلمات ما بيقدر يوسف يوسف أمي تبقي حدي وتدعي لي والدوم الصح عليك اللي يخليلي أمي امي بتبقي حدي وتدعي لي والدوم الصح عليك أمي يا أولادي تشيني أمي أمي شو حلو البيت كل الوصفة بالكلمات ما بيقدر يوصف أمي همي يضلو هالضحكات ينعاد عليك يا أمي كتير حلو كتير حلو بيصوتك أش ما عملنا للأم مقصرين عمل إلا هيدا الشي بس ومات لبنان تحديدا وصعم قدي تحملوا قدي عشو قدي قوية قدي أبطال وبعدهم عم يتحملوا صحيح نحن هنفوت بموسوعة جنس للتحمل هنخزقها بالفعل يعني بدي روح هلأ لبجندن بحركاته هي كتبتها مرتك ولحنتك ووزع له باري أسعد وأنت سرقتها كتبتها قالتلي أنا عملت له غنيه ليوسف بدي غني له إياها بعيد ميلاده الأول إننا منيح سمعين إياها عجبتني عجبني العمل كتير كلماتها وألحانها هي كتبت له لراغب كذغني هي كتبت له لراغب كذغني هي كتبت له لراغب أكت عم تخبرني كتبت له صدفي ولحنتها هلأ في شي عمل عم يتحضر إيه عملت له اتنين جدا يلا خبرنا شوي سكوب على الهواء أنا للفنان ما فيه تيجي بتخنقني فقلتلي لأ أنت حبيبتي هلأ أم والدي بعدك وبدك له شوية زبتي ترجع وزنك خليني أنا غنيه أنا جاهز كيف بدك تغنيه يا عمي يعطينا أياها الغنية خلينيها وغنيناها وبعد اللي هلأ بتهتني فيه أنه أنه أنت أخدت الغنية وروح ضغري من عندك للكليم يلا هو صاحب حركات يعني هي أخدت يسلم لللي بيتحكلي كل ما طلعت عيني بعينه مهدوم بيعرف أني بغيابه عم اسأله وينه يسلم لللي بيتحكلي كل ما طلعت عيني بعينه مهدوم بيعرف أني بغيابه عم اسأله وينه بيجنني بحركاته صرت حافز انا كلماته حتى اكتر تفاصيله قلب وعدد دقاته موسيقى بالصدفة طلق بالي هالقمر العالي العالي نزليت مختر عالقرد يا حزي ويا نيالي بالصدفة طلق بالي هالقمر العالي العالي نزليت مختر عالقرد يا حزي ويا نيالي بيجنني بحركاته صرت حافز انا كلماته حتى اكتر تفاصيله قلب وعدد دقاته بيجنني بحركاته صرت حافز انا كلماته حتى اكتر تفاصيله قلب وعدد دقاته حتى اكتر تفاصيله قلب وعدد دقاته موسيقى موسيقى بيجنني بحركاته حتى اكتر تفاصيله بيجنني بحركاته صرت حافز أنا كلماته حتى أكتر تفاصيله قلبه وعدد دقاته حتى أكتر تفاصيله قلبه وعدد دقاته يعني يا ويسام الله يخلي لك يا بطولة يوسف لكليب شو بيتغير هيك بالشخص بص السير باي خاصة إذا صار باي إنه مش بعمر المراهقة أنت عندك سمالة بنتين ونوسف بعيش تفاصيل حلوة كتير يعني بيكون هو مراهق إجي أولاد بس ما قادر يهتم فيهن أو مش عارف أو الجنر تبعهن بيمنعه فجأة بيجي ولد من الجنر تبعه صغير بحسي إنه مثل لعبة عم يلعب فيها كل الوقت بزبطة وبراجلجة وسبحان الله هاي نعمة نعمة ربنا نعمة العيلة نعمة كتير مهمة مش هايك بيقول أنا أنه قدام هم نكون عن جاد بالرغم من كل هيدا التطور نكون عم نحافظة على عيالنا وهيدا التماسك فنانين كبار يعني أمثال نجمة إلسا قالت يعني حرمت أنا من الطفول من الأمومة من الأمومة من الأمومة كتير مهمة لأنه الحياة عم تسرقنا بسرعة أوكي عملت اسم وكذا وهيكي بس ما في عندي عائلة صغيرة كمان مشكلة كبيرة قدام هم كمان الأم والبي بهيدا الزمن عن جاد يكونوا واعين بتفكر مثلا أنت أنه تاخد من قدام عائلتك على حساب فنك مثلا بتفكر بهيدا الموضوع لأنه في كتير عالم بتضحي إذا بدك بعيالك ربال كاريار بوقت من الأوقات خفت يصير معي هيك يعني بس رجعت دغري تنبهت أنه حرام أنا عم بحط حالي محلهم عندهم هني حياتهم بيغض النظر بينه بيغني أو عنده وصلوش كبير عن فن أمهم ملحنة وكاتبة يعني بيت فنة بالعكس نعطيهم كتير أهمية كتير 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 أخيس هي العائلة أنت حكيتني عن عشقك لعبد الحليم ولعبد الوهاب ولواردة بدي أسمع شي منك هاي أنا عبد الحليم يعني هو الفنان اللي خليني حب أصلا غني من الأساس نقول شي هايك رايق لعبد الحليم قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنار والعمر لو تدري قصير قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنار والعمر لو تدري قصير يا فاتنا عمري هل انتهى أمري يا فاتنا عمري هل انتهى أمري أخاف أن أمشي في غربتي وحدي في ظلمة أسري يا مالكا قلبي يا إسلام تمك ويسام بالفعل هيك يا أطفاية جو وحلو على صبحيتنا برغم من كل الوجع يلي كنا عايشينه أنا بدي أقولك أهلا وسهلا فيك وأتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك أنا بتشكر أخضافتكم لألي وتحية كبيرة لهالتلفزيون العريق محلو الأكتر من هايك وسلامات أكيد لمرتك ولولادك وأهلا وسهلا فيك شكرا طبعا مشاهدينا لقاءاتنا مكملة رح نروح لعند مارينا كيروز وطارق الصعب هوليستيك هيلر لنعرف أكتر عن التارو والفاش ترجمة نانسي قنقر